موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم ويتجددوا لقاؤنا معكم في جولة جديدة لمنشيط الصحافة ويسعدنا النص تضيف خلالها الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف لمطيري مرحبا بك معنا الدكتور يوسف أهلا بك ومشاهدين نبدأ بأبرز العنوين المحلية بعد هذا الفاصل بين أروقة وعناوين صحافتنا المحلية تكون البداية لجولة منشيط الصحافة التي نستهلها بهذا العنوان من صحيفة الجريدة مكرومة أميرية لأبناء اليتامة من نفقة سموه الخاصة وأوردت الجريدة بيان الديوان الأميري الذي ذكر أنه رغبة ملد حضرت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في إدخال الفرحة في نفوس أبنائه اليتامة بمناسبة احتفالات الوطن العزيز بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير فقد أمر سموه حفظه الله ورعاه بتقديم مكرومة مالية لهم على نفقة سموه الخاصة وذلك وفق ضوابط معينة في هذا الإطار أيضا قالت صحيفة الكويتية أن صاحب السمو أمير البلاد قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه ما زال يواصل إرسال البشائر واحدة تلو الأخرى لإدخال الفرحة في قلوب أبنائه وذلك في إشارة لأمر سموه بتقديم مكرومة مالية لصالح أبنائه اليتامة خبر آخر كتبته صحيفة كويت تايمز فقد أفدت أن سمو أمير البلاد أمر بتقديم منح لأيتام وكذلك شكر سموه الجمعية الخيرية على مساهمتها في الداخل والخارج الثانية خلال يومين يأمر بها سموه على نفقته تحت هذا العنوان التمهيدي نشرت صحيفة السياسة هذا المنشيط مكرمة لأيتامة من أمير البشائر وفي موازات ذلك تناولت صحيفة السياسة إشادة سمو الأمير بالعمل الخيري والإنساني الرائد للجمعيات الخيرية وبالمبادرات الكريمة عبر مشاركتها الفعالة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والذي عقد أخيرا في الكويت مؤكدا سموه أن أعمال الخير والإحسان ركائزة سامية جبل عليها أهل الكويت منذ القدم وتوارثتها الأجيال مجسدين بذلك أصلت معدنهم وشغفهم بالمسارعة لأعمل الخير والعطاء لتخفيف معاناة المنكوبين وإغاثة الملهوفين جراء الكوارث والحروب فيما يتعلق بهذا الخبر قبل أمس كان هناك مكرمة من حضر الصاحب السمو بتسديد ديون الغريمين والمحبوسين على نفقته الخاصة كانت للمواطنين والمقيمين بالأمس أيضا مكرمة أميرية لليتامة وأيضا على نفقته الخاص فبالتالي كيف تعلق على ذلك طبعا ما في الشكل حقيقي أن حضر الصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يعني هو أمير الإنسانية ودائما يعني يهتم بفئات المجتمعية وحتى المقيمين ولعل هذا دليل يعني هذا الاهتمام المبادرة السامية التي جاءت من سمو الأمير بأنه قدم مكرمة أميرية من تابه الخاص لطبعا الأسر الكويتية أبناء الأيتام واهتمامه بهذه الفئة ورعايته لهذه الفئة وهذه ليست أول مرة يرعى سمو الأمير يعني هذه الفئات بل قدم مكرمات كثيرة وإعانات ودعم لهذه الفئة وبالتالي هو أراد أن يشمل البسمة ويعني الفرحة بمناسبة الأعياد الوطنية باعتباره هو أبو الجميع وبالتالي يريد أن يشعلهم أن والدهم سمو الأمير هو مكان أبائهم وبالتالي هو أراد أن يشعرهم بهذه الفرحة خصوصا نحن الآن في الاحتفالات بالأعياد الوطنية وفي هذه المناسبات الطيبة وبالتالي كانت بادرة سامية كان لها أثر كبير جدا في نفوس الكويتيين في نفوس أبناء الأيتام في أهليهم يعني الكل فرح لهذه الاهتمام وهذه سمو الأمير جبل على مثل هذا السلوك والتعامل مع أبنائه ورعايته لهم كما ذكرت قبل قليل أيضا كانت هناك مكرمة أخرى لسمو الأمير بإخراج المسجونين الغارمين يعني وهو رعى هنا ليس فقط الكويتيون حتى المقيمين على هذه الأرض وأمر السمو بتسديد الأموال الديون التي عليهم أخراجهم ليعطاهم أيضا الفرحة وشمول أهاليهم بهذه الفرحة بالعياد الوطنية واهتمام سموه البالغ باتباره رجل إنسانية في العالم كما نعلم يعني أعطى أيضا يريد أن يزرع هذه البسمة وهذه الإنسانية وهذه الروح لهذه الفيام للمجتمع حتى يشارك أهلهم الفرحة في الأعياد الوطنية وبالتالي هذه دلالة على أن سمو الأمير دائما يقدم بشائر وكما أطلق عليه يعني في الصحافة وفي الإعلام أمير البشائر في مثل هذه المناسبات وأراد أن يعني يعطي الحرية للسجناء وكذلك الفرحة والبسمة للأيتام وهذه عادة سموه دائما مبادر وحريص على أن يقدم كل أنواع الدعم والمساعدة والإعانة والخير والإنسانية للكويتيين ومن يقيم على هذه الأرض وهذا ما تحدث به سمو الأمير عندما قال بأن الكويتيين جبلوا على الخير من ذو القدم من ذو القدم نعم في إشارة أن المجتمع الكويتي هو جبل على هذه الصفة الطيبة وسمو الأمير أراد أن يجعل هذه الصفة ببادرة إنسانية كريمة من سمو الأمير كما عهدنا عليه مثل هذه المبادرات الطيبة دائما في مثل هذه العطايا التي يمنحها سموه لكل فئات المجتمع والفئات الخاصة والاحتياجات وكل من يمكن أن يقدم له الدعم لنشر كما ذكرنا البسم والفرح على وجوه الجميع نعم في خبر آخر ننتقل فيه إلى صحيفة الشاهد وهذا العنوان الأمير لي ولي العهد مسيرتكم حافلة بالتفاني لرفعة الوطن العزيز ومفعمة بمعاني حبي ووفاء أهل الكويت صحيفة الوسط أوضحت أن اليوم الثلاثاء يصادف الذكرى الثاني عشر لتولي سمو الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد حيث اختاره سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ليكون سنده وعضيضه في بناء دولة الكويت الحديثة ومواصلة مسيرة النهوض والتنمية نواف الأحمد السند والعضيض لسمو الأمير في بناء الكويت الحديثة تحت هذا العنوان أوردت صحيفة الراي تهنئة صاحب السمو بالذكرى الثاني عشر لتوليه ولاية العهد وقال إن مسيرته حافلة بأتفاني لرفعة الوطن العزيز وإعلاء شأنه أيضا صحيفة القبس تحدثت عن نفس الموضوع وتناول تأكيد سمو ولي العهد حفظه الله خلال لقائه الفريق المكلف من قبل ديوان المحاسبة للإشراف والتدقيق على ميزانية ديواني سموه بأن أبوابنا مفتوحة للجميع لتلقي الآراء والاقتراحات والاستماع للملاحظات لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطن فيما يتعلق بهذا الخبر دكتور اليوم الثلاثاء يصادف الذكرى الثانية عشر لتولي سمو الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد فبالتالي هي مسيرة عطاء حافلة بالخير والتقدم لخدمة هذا الوطن كيف تعلق على ذلك؟ لا يوجد شكل حقيقي أن سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله ورعاه من الناس الذين يشهد لهم الجميع بتواضعهم الكريم وتعاملهم الإنساني ورقي أخلاقهم وعطائهم وتفانيهم في خدمة هذا البلد فهو وصل إلى ولاية العهد بعده عمل طويل وعطاء طويل لهذه البلد يعني ما استخلاله وزارات وهيئات حكومية وعلى عبرز وزارة داخلية والدفاع وكان رجل عطاء مستمر وبالتالي أصبح اختيار يعني الكل الحقيقي يشهد أن اختيار سمو الشيخ نواف هو اختيار رجل مناسب في المكان المناسب دائما مشاركا إيجابيا معطاء يساهم في كل ما يمكن أن يقدم من دعم معطاء دائما المناسبات الرياضية الاجتماعية السياسية نجد الشيخ نواف دائما حريص على أن يكون مبادرا ومهتما بالعطاء المستمر وهذا ما جبل عليه سمو الحقيقة ويشهد له جميع بصفاته الإيجابية واهتمامه بالعلاقات الاجتماعية والجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية بشكل عام وبالتالي هو يعني الحقيقة يعني الشيخ نواف يعني الشهادة فيه واضحة من القبل الجميع من قبل إعلاميين من قبل الساسة الكل يعرف الشيخ نواف يعني هو مسيرة عطاء مستمرة منذ شبابه وحتى يعني الآن وما جاء لمستمرا يعني الحقيقة في مثل هذه الاهتمامات التي يبديها سموه دائما في أن يكون الحقيقة ركيزة من ركائز النظام السياسي في الكويت وبالتالي يعني لو جاء ردنا نعدد يعني هذه المسيرة وهذا العطاء المستمر لسموه شيخ نواف الأحمد وليل أهد يعني طالبنا المقام ولكن يكفي أن نذكر بأن الشيخ نواف الحقيقة يعني عطاءه كان كبيرا كان مبادرا كان دائما سجله ناصعا بالعمل الإيجابي والعطاء المستمر لهذا الوطن ونسأل الله سبحانه وتعالى له الصحة والعافية ومزيد من العطاء والاستمرار في خدمة بلده كما أهدناه ونتمنى له إن شاء الله تعالى كل التوفيق في هذا المكان الذي يهد إليه ونحن نتحدث اليوم عن مسير 12 عام من عطاء سمو الشيخ نواف يعني في هذه المناسبة الكريم تصادف هذا اليوم فالحقيقة يعني أردنا أن نشكر سموه وأن نهنئه على ذلك يعني ببلوغه طبعا هذه الوقفة اليوم معهم في يوم الثلاثة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه يعني ولاي العهد نعم في خبر آخر وحول جلسة مجلس الوزراء الإسبوعية نشرت صحيفة الصباح هذا العنوان مجلس الوزراء إزالة المعويقات أمام مشروعي جنوب سعد العبد الله وجنوب المطلع الإسكانيين ننتقل الآن مشاهدنا إلى صحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل الولايات المتحدة تنعش المخاوف بشأن خطط الدفاع الأوروبية وتقلق حلفائها في النتو تحت هذا العنوان تتناول نيويورك تايمز علاقة الولايات المتحدة بحلفائها الأوروبيين في الناتو بعد توجه هؤلاء إلى مزيد من التعاون العسكري أوروبيا الصحيفة تلفت أن هذا التقارب لم يرق الإدارة الأمريكية التي غيرت موقفها بهذا الشأن وفاجأت الحلفاء الأوروبيين بعد سنوات من تشجيع الدول الأوروبية على العمل معا لتوفير المزيد من الدفاع عن نفسها في الولايات المتحدة لديها أفكار ثانية مدفوعة بمخاوفة بشأن الناتو والحمائية المحتملة في الصناعة الدفاعية تكتب النيويورك تايمز التي علقت لحظت أن الشكوكة الأمريكية الجديدة كانت مفاجأة كبيرة للمؤتمر الأمنية الرفيع المستوى الذي عقد في ميونيخ وبهذا الموقف تكون الإدارة الأمريكية حيرت وأحبطت مسؤولي الناتو الذين رحبوا بالتزام الاتحاد الأوروبي الجديد بعد ضم القرم الروسي لبذل المزيد من أجل الدفاع عن نفسه تكتب الصحيفة نلاحظ بعد مؤتمر ميونيخ مؤتمر الأمن الذي عقد في ميونيخ تغير للموقف الأمريكي تجاه الاتحاد الأوروبي سياسة متخبطة وخاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة فمن وجهة نظريك لماذا غيرت موقفها الدفاعي والأمني بعدما كانت دعت إلى التعاون لسنوات عديدة في حتى الإدارة السابقة نعم طبعا نعرف أن حلف النيتو والتعاون الأوروبي طبعا هو موضوع سجل كبير جدا يعني وصل الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبي المشتركة وتداعيات كثيرة جدا وطبعا كانت أمريكا في تلك الفترة ترعى مثل هذه التجمع أول كيانات لخدمة المصالح الأمريكية في التعلق في الأمور الاقتصادية في أيضا تجيرها أمريكا لمصالح أيضا سياسية ومصالح عسكرية في المنطقة ومناطق نفوذ ولكن يبدو أن ما حصل الآن هو أن توجه النيتو إلى القضية العسكرية والدفاع العسكري والأمن العسكري وبالتالي التسليح والتصنيع وكل هذه الأشياء أصبحت تمثل هاجس خوف بالنسبة للإدارة الأمريكية أن الأمر تحول الآن إلى قوة عسكرية هائلة قد تنافس أمريكا في المستقبل وقد تكون كيان يضرب المصالح الأمريكية في آسيا وفي نطاقات كثيرة هي أرادة أن تبسط نفوذها عليها أو وصلت لكثير من هذه الكيانات ومن ثم أصبحت اليوم أن أمريكا متخوفة من هذا النشاط العسكري من القوة الاقتصادية العسكرية القادمة الأوروبية وبالتالي أصبحت الآن نقطة دخول صراع جديد بعد أن كنا نحن المسيدين في العالم قد تطلع إلى قوة جديدة بعد السقوط وكان التوتر لهذا العلاقة بداية هذا التوتر كان منذ انسحاب أمريكا من مؤتمر المناخ أيضا نعم نعم هي انسحبت في التالي هي أرادة أن تعطي رسالة وبالتالي هي الآن تريد أن تدفع بالكيان حتى يكون في ظل كيان مبسط لا يصل للجانب العسكري أو الأمني أو القوة العسكرية التي قد تكون تنافس أمريكا في العالم بعد أن أصبحت هي امبراطورة شرط العالم كله وبالتالي هي الآن أرادت أن تغير مسار هذه القوة إلى المسارات التي تخدم مصالح الأمريكية ولا تكون لها منافسة وضعفا حتى لا تكون منافسة لها طبعا كقوة عسكرية هائلة طبعا تمتلكها الدول الأوروبية لو أرادت أن تعمل بشكل مشترك ومن ثم تغير المصالح وتغير مطلبات الإدارة الأمريكية جعلها اليوم تقف موقف مختلف جدا تجاه النيتو القوة العسكرية الأمريكية الأوروبية الضاربة التي قد تكون في المستقبل تهدد الأمن الأمريكي دعنا دكتور ننتقل وإياك إلى الأراضي الفلسطينية وينضم إلينا من رام الله مراسل تلفزيون دولة الكويت فالح نصير فالح أرحب بك معنا فالح ونبدأ معك بأبرز ما تناولته الصحف الفلسطينية لهذا الصباح مرحبا بك يا أولا نبدأ بصحيفة القدس وهي الصحيفة الأوسع الانتشارا في الأراضي الفلسطينية التي تصل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وإلى داخل إسرائيل العنوان الرئيس رفضوا قرار اقتطاع أموال من المقاصة بسبب دفع مخصصات الشهداء والأسرى وطالبوا بإلغائه الحمد لله والشيخ وبشارة يلتقون كحلون ومردخاي ويبحثون معهما الاستيطان واعتداءات المستوطنية واقتحامات الأقصى وحصار القطاع الحمد لله والشيخ وبشارهم الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء ومدير هيئة الشؤون المدنية ووزير المالية الفلسطيني التقوا بوزير المالية الإسرائيل ومنصق أعمال الحكومة الإسرائيلية بولي مردخاي مدهمات واعتقالات والمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى إصابات في الجانية وسلفيت وجيوس وبرطعة وتصاعد وطيرة التهديدات الإسرائيلية ضد القطاع الحسين وهو وزير الإسكان الفلسطيني والأشغال القطاع يحتاج لأكثر من 125 ألف وحدة سكنية الرئيس محمود عباس يصل نيويورك ويلقي كلمة هامة في مجلس الأمن الدولي هيئة دولية 4600 عائلة في غزة بلا مأوى والأوضاع تنذر بكارثة إنسانية حماس ترفض اتهامات أمريكية لها بالمسؤولية عن أزمة قطاع غزة يدعوات أحرنوت نتنياهو سيقضع للتحقيق في ملف فضيحة بيزك وتمديد اعتقال مقربين منه ننتقل الآن إلى صحيفة الأيام غارات جوية إسرائيلية جديدة تستهدف أراضي مفتوحة في رفح وإطلاق نار شرق خان يونس الاحتلال يهدد من الآن فصاعدا سنتقل إجراءات قاسية على حدود قطاع غزة غزة إسرائيل تستخدم الريبوت لإزالة الأعلام بعد كمين العلم العليا الإسرائيلية تقرر مناقشة الالتماز ضد الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في الثلاجات الإسرائيلية إصاباتهم برصاص الاحتلال خلال مجهات ومستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة موسكو حل الدولتين يتعرض لتهديد حقيقي ومستعدون لاستضافة محادثات سلام ثنائية غزة نقابة موظفي حماس تعلق العمل في الوزارات احتجاجا على عدم صرف رواتبهم ننتقل الآن إلى صحيفة الحياة الجديدة وهي النطقة بلسان الحكومة والسلطة الفلسطينية منصور وهو المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة أكد أن محاولات منع عقد الجلسة وإلقاء الخطاب باءت بالفشل كلمة هامة للرئيس في مجلس الأمن اليوم ومرحلة جديدة للصراع ورؤية شاملة للسلام أبردينة وهو المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية القدس وثوابتنا الوطنية جوهروا خطاب الرئيس محمود عباس غارة جديدة على غزة وثلاث إصابات بالرصاص الحي في الضفة الغربية بوكدانف حل الدولتين يتعرضوا للتهديد ونقطة اللعودة باتت قريبة جدا الحمد لله والشيخ وبشارة ورامي الحمد لله وبشارة وكحلون الحمد لله والشيخ وشكري أبشارة يلتقون كحلون وبولي مرضخي ويبعثون عددا من القضايا المتعلقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كانت هذه هي أهم عنوين الصحف الصدرة لهذا اليوم فيما يتعلق بالهجوم على رفح قبل يومين واستشهاد الفلسطينيين كيف ترصد الأجواء الآن في غزة وردود الفعل الشعبية وحتى السياسية هي حالة هدوء حذر وهش تخيم على منطقة قطاع غزة والحدود بين قطاع غزة وإسرائيل سيما بعد الكمين الذي أقدمت إحدى فصائل المقاومة تنفيذه بزرع علم عند الحدود حيث قام الجنود بمحاولة نزل العلم ليتبين بعد ذلك وجود عبوة ناسفة انفجرت أدت إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين بينهم إصابتين في حالة الخطر هذا أدى إلى إصابة إسرائيل بحالة هستيرية كيف يقع الجنود في هذا اللبس فردت على إطلاق غارات جوية أدت إلى استشهاد شابين والضربات تخبو وتتصاعد على قطاع غزة وهي رسالة تبرق بها إسرائيل أنها لن تسمح باستهداف أمن إسرائيل مهما كلف الثمن لكن وفق التقديرات الجانبين في قطاع غزة وإسرائيل غير معنيان في الذهاب نحو التصعيد فالح نصير فالح مراسل تلفزيون دولة الكويت من رام الله شكرا جزيلا لك ومشاهدنا من شيط الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل في الواشنطن تايمز ماتس وتيلرسون يسيراني بحذر بشأن تركيا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس قال إنه لا ينبغي التساؤل حول التحالف العسكري الأمريكي مع تركيا أو التزام أنقرة بحلف شمال الأطلسي بالرغبي من الخلافات العميقة حول سبل المضي قدما في الحرب السورية كما حاول السيد تيلرسون للا زيارته إلى أنقرة في نهاية الأسبوع الماضي إعطاء صورة إيجابية عن الوضع مؤكدا أن العلاقة مع تركيا مهمة جدا بالنسبة لحلف الناتو وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي وفي الوقت الذي تستضيف فيه تركيا حوالي 1500 عسكري أمريكي إضافة إلى طائرات لا تزال حالة عدم اليقين تدور حول كيفية التغلب على الخلافات الرئيسية في سوريا وسط غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعم واشنطن للقوات الكردية هناك التي تصفها أنقرة بالإرهابية تكتب الصحيفة في خبر آخر مجزرة فلوريدا التي أثارت من جديد النقاش الوطني حول السيطرة على السلاح جعلت الرئيس الأمريكي منفتحا لتعزيز عمليات التحقق من خلفية السلاح والخبر في صحيفة النيويورك بوست التي نقلت عن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب تحدث يوم الجمعة مع السينتون جورج كورنن أو جون كورنن حول مشروع قانون قدمه الجمهوريون في تكساس من شأنه تحسين الامتثال الفيدرالي لتشريعات التحقق من الخلفية الجنائية هذا الخبر من موسكو التي لا ترى أنه ثم تأي دليل على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية رغم اتهام 13 شخصا تلفط صحيفة لوموند الفرنسية التي نسبت الموقف إلى الكريملين لوموند ذكرت بأن وزير الخارجية الروسي سيرغالفروف كان أبدأ موقفا مماثلا السبت في ميونيخ وفي الاندبندنت البريطانية ضوء على الشأن السوري الصحيفة اللوندونية رأت أن الصراع في سوريا قد يتصاعد بشكل ملحوظ بعد أن أعلن النظام الأسد أنه سيرسل قوات لمساعدة المقاتلين الأكراد على الدفاع عن بلدة عفرين ضد القوات التركية ولفتت الاندبندنت أن القوات الشعبية ستصل إلى عفرين خلال ساعات قليلة مشيرة إلى أن القوات ستواصل وضع نفسها على الحدود وهي خطوة تفتح إمكانية وقوع اشتباكات مباشرة مع الأتراك والميليشيات العربية السورية المتحالفة معها ننتقل أن مشاهدنا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل مقال اليوم من الشرق الأوسط من توقيع نائب رئيس بجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزيرة الخارجية السويدية مارغوت والسروم عنوان المقال على المجتمع الدولي التوحد لإنقاذ المدنيين السوريين جاء في المقال بعد سبع سنوات من الحرب لا تزال أعمال العنف والمعاناة التي يتعرض لها السكان المدنيون في سوريا مستمرة بلا هوادة في ظل هذه الخلفية واستجابة لدعوات من الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية اقترحت السويد والكويت قرارا في مجلس الأمن وهذا القرار يدعو إلى وقف فوريا للأعمال العدائية في سوريا لتمكين قوافل المعونة العادية من الغذاء والأدوية ومن الوصول لجميع المحتاجين وإلى مزيدا من الحماية للمدنيين وإلى القيام بعمليات الإجلاء الطبي الآمن للمصابين بأمراض خطيرة والجرحة رسالتنا واضحة لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويرقب استمرار التفاقم هذه المأساة الإنسانية المدمرة يجب علينا الآن إظهار الوحدة وأن نضع حياة المدنيين أولا في غياب حل سياسي سيظل المدنيون يتحملون وطأ تعواقب النزاع وهم بحاجة الآن لقيامنا بعمل لإنقاذ الأرواح وإننا نعول على جميع أعضاء مجلس الأمن أن يضعوا خلافاتهم جانبا وينخرطوا بصورة بناء ويعتمدوا قرارا إنسانيا بحثا يمكن أن يحدث أو يحدث فرقا حقيقيا بالنسبة للأشخاص الذين عانوا منذ سبع سنوات من النزاع بالتأكيد فإن هذا هو أقل ما يمكننا القيام به ودكتور نريد منك تعليق سريعا لما جاء في هذا المقر طبعا ما في شكل حقيقة أن وزير الخارجية الكويتي مع وزيرة الخارجية السويدية تقدم مشروع غرار وهذا الحقيقة يعني يلفت إلى اهتمام الكويت ودعمها اللامحدود بالنسبة للقضايا الإنسانية المتعلقة بظروف الحرب الساعدة في سوريا والصراع اللي دام الآن سبع سنوات وأصبح ضاهية الناس المدنيين والناس المصابين والمرضى والظروف الإنسانية القاهرة التي يعاني منها الشعب السوري وبالتالي هنا لفتة كريمة واهتمام كريم من الكويت طبعا وبدعم حضرة صاحب السوامير البلاد عن طريق وزير الخارجية أنه تقدم مشروع قرار بهدف حماية المدنيين فيما يتعلق بالملف الإنسان السوري وملف الإنسان السوري بالذات وبالتالي حماية المدنيين يعني إبعادهم عن شبح المشاكل الحروب اللي قاعدت تصير رعايتهم تقديم الغذاء والدعم والصحة فكل هذه الجوانب الإنسانية أرادت الكويت أن تلفت بمجتمع الدولي من خلال تقدم مشروع قرار بحيث يكون هناك ذقت سياسي وقرار سياسي من المجلس الأمم المتحدة بحيث أنه فعلا يعطي نوع من الشرعية لدعم السوريين المدنيين الذين أصبحوا ضحية الحقيقة لهذه الحرب وأصبحوا يعانون مشاكل كثيرة ومشاكل إنسانية ومرضية نتيجة لظروف الحرب ونتمنى من الكويت هذه القضية في مجلس الأمن وحلها وإيجاد الحلول وهي متقدم بهذا المشروع القرار مع الوزير الخارجي السويد بحيث يكون فعلا دعم دولي لينال أكبر حشد دولي ممكن لدعم هذه القضية ومسارعة في انهاء المأساة الإنسانية التي عشت السعب السوري منذ سبع سنوات مشاهدين سننتقل الآن إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل لك التعليق يعني نرى هنا طبعا استخدام العمال المنزلية والمشكلة التي يعاني منها اليوم طبعا في قضية العمال المنزلية وما تكلف من أموال اليوم الصراعات السياسية التي تتحدث الآن على موضوع العمال المنزلية وممكن شفنا في الكويت عندنا وقف العمال الفلبينية وكل هذه المعطيات تبين لنا يعني أن هذه الأموال التي تصرف أو التي تجبى بالنسبة للعمال المنزلية أصبحت هاجس مهم جدا يراد منه فعلا يعني الإنباه إلى أن قضية استخدام العمال يجب أن توضع لها حلول وضوابط وفقا للعلاقات الدولية ورعاية العلقة الدولية وحفظ حق حتى العامل نفسه طبعا وحقه في اختيار العمل وسنكتفي بهذا القدر لضيق الوقت إذن مشاهدين بهذا الكريكاتير وصلنا وإياكم لختم هذه الحلقة من منشيط الصحافة أشكر ضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف لمطيري على تواجده معنا وأشكركم أيضا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة